موسيقى الوطن العربي وانتقلت إلى أوروبا وانتقلت في كل مكان في العالم شاهدنا الاحتفالات في قطر في السعودية في الإمارات في البحرين في عمان في الكويت شاهدناها في مصر شاهدناها في فلسطين شاهدناها في الأردن شاهدناها في مختلف الدول العربية وغير العربية بل أن المغاربة تصور اليوم يومهم حتى الصباح لأن هذه الفرحة أول حاجة لابدنا نعرف أن المنتخب المغربي تأهل إلى دور الستعاش أول مرة في تاريخها عام 1986 وكان ذاك في المكسيك بعد 36 سنة تقريبا المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الستعاش وبعد 36 سنة المنتخب المغربي لأول مرة في التاريخ يتأهل إلى دور الثمانية وين وأين ومتى في الدوحة قطر خلال المنديال المنتظر الموعود للشرق الأوسط اللهم لك الحمد أن عندنا منتخب عربي استطاع أن يحقق حلمنا أن يكون عندنا منتخب وصل إلى دور الثمانية وهذا إنجاز ليس بالبسيط وهذا الإنجاز ليس بالسهل وهذا الإنجاز الصعب اللي يستطيع أن يحققه هو الفريق الصعب وبالتالي اليوم منتخب الإسباني وجد أمامه رقم صعب وجد أمامه جمهور مكتب مشجع مؤذر عاشق محب ويأذر ليسود الأطلس ألف مبروك لإخواننا في المغرب ألف مبروك للشعب المغربي ألف مبروك للقيادة من ملك وشعب صغير وكبير ألف مبروك لإخوان المحللين بدون استثناء ألف مبروك للفرحة الجنونية اللي شفناها في أشرف اليوم ألف مبروك للفرحة الجنونية الأكثر أيضا عند إسامة بن عبدالله عندكم جميعا فمبروكين الشباب المغرب الله يرحم وديك يا أبو جاسم ليلة رائعة بكل معنى الكريمة فرحة للجميع مبروك علينا جميعا عشنا يوم تاريخي صراحة اللحظات كانت رائعة مع الجمهور الرائع مع اللاعبين كنا نقول دائما أن هذا المنزيل المختلف لأنه عندنا دعم الجمهور والحمد لله المنتخب المغربي استغل له أفضل استغلال كانت مباراة صعبة جدا أمام إسبانيا لكن المدرب وليد الرقرق عرف كيف يقرأها حتى الدفاع لم يكن متأخر لم يكن متقدم في نهاية الأمر عرف الخطة الرائعة من أجل خفض هذه المباراة والحمد لله شكر الله الحلم يتواصل الحلم صار حقيقة الحلم يتواصل ويعني صعيب نعوده في القريب العاجل إلا إذا نظمنا المونديار في المغرب وكان عندنا فريق في لفظ المستوى وبالتالي نعيشه لحظة تاريخية بمعنى الكريمة لا من حيث البلد الذي ينظمه كاس العلم لا من حيث المدينة يعني أربع مباراة كل يوم يعني تنظيم كاس العلم في قطر ستنائي ولا أظن أننا سنعيده بعد قرن لا أظن بكل صراحة إلا إذا أعادت قطر ونظمت كاس العلم آخر مدى 30 أو 40 سنة لأعلم ولا يمكنك أن تلعب مباراة في كاس العالم أمام 50 ألف متفرج من مشجعيك لا يمكنك أن تلعب مباراة في كاس العالم كما لو لعبتها في الدار البيضاء وبالتالي يوم تاريخي وأشكر وليد الكريم بكل صراحة الذي أدخل مرة أخرى للاعبين مغاربة مهوسون بالكرة مهوسون بالعب الكرة وبمداعبة الكرة الجهاد والقتال لمدة 120 دقيقة هنا الفرق الإسباني اليوم كان فرق قوي قوي جدا ناصر الشمران اليوم المغرب لعبوا على أرضهم وبين جمهورهم كل معاهم اليوم جو عليهم عبوا على أرضهم نبارك للمنتخب المغرب لأنفسنا قبل نبارك للمغاربة بصراحة نحن نشوف بغض النظر عنده كله كاس عالم استثنائي وصول منتخب عربي اليوم نشوف الاحتفالات للأخوان المغاربة في الدوحة وكأنهم في المغرب وحتى العرب اللي موجودين سواء عرب خليجيين كلهم يد واحدة اليوم مع أخواننا المغاربة الصراحة فوز يعني ما بقول أنه فوز استثنائي معنا الكلمة فرحة لجميع الشعوب العربية يستاهلون وبإذن الله يكملونها بإذن الله قدام البرتغال طالحة نعم مبساط في اللقاء والجمهور والمتعة الحقيقية لكرة الغدم اليوم طبعا جميل جدا أول شيء ألف ألف مبروك للمغرب وجماهير المغرب والجماهير العربية وكل من عازر وشجع المنتخب المغربي فرحة هستيرية طبعا المغرب يعني مشكورين بصراحة المنتخب المغربي يعيشوله أكثر من فرحة كثير من المناسبات الرائعة واللحظات الرائعة عشناها إحنا في مونديال قطر ولكن المنتخب المغربي طلبنا منه نقطة أمام كرواتها كان قريب من الفوز طلبنا منه نقطة أمام بلجيكا فاز قلنا نقطة أمام كندا عشان نوصل لخمس نقاط فاز على كندا وعطانا السبع نقاط تأهل وهو متصدر للمجموعة والحظ جمعه بالمنتخب الإسباني ومع ذلك فاز يعني شكرا للمنتخب المغربي بصراحة الأداء اليوم اللي قدم المنتخب المغربي أداء بيرفع الراس أي نعم لم نسيطر على الكرة ولكن في النهاية لعدنا بالمنطق لعدنا بما تقضي كرة القدم أن نقدم قدمنا ما شاء الله كل خط تفوق على الخط الأمامه كل لاعب تفوق على اللاعب الأمامه لدرجة أن هناك لاعبين لاعب تفوق على لاعبين وثلاث من الخط الأمامه سفيان مرابط وخط وسط إسمانيا كامل هذه المقارنة اللي تمت مبارك للجماهير واللاعبين والكلام والثناء بصراحة لا يمكن أن يوصف الإنجاز اللي صنعوا بيوم المغرب جمال مبارك خالد مبارك لكل حق الأمه العربية والأمه الإسلامي توقعت المغرب تفوز؟ صراحة ما توقعت خالد يعني مجاب الفريق أسبانيا فريق أسبانيا في الفرق اللي قدم مستوى مميز الفريق الوحيد متى بدأت تحس أن المغرب موجود على الأرض الواقع وممكن يفوز؟ خالد الصراحة أنا تكلم بواقع أنا دريت المغرب بفوزون الهجم اللي ضاعت اللي آخر شي هذه الهجم اللي ضاعت قلت الحمد لله هذه كرة المبارات صراحة فالحمد لله فالحمد لله فاز المغرب خالد الأمه العربية كلها باستانسة خالد دائما نقول البطولة هذه يا جماعة الدول العربية تحتفر كأن كل واحد بدير تدريع على هذا الجمهور اليوم بالملعب الجمهور اليوم قطل على الكل يعني الفررحون أول فريق عربي يتأهل حق الدول الثمانية هذا يعني هو خاصة حق المغرب بس عامة حقنا احنا كعرب والأمة الإسلامية لكل بساس لكل مرتاح اللي احنا أمس قلت اليوم واحدة لك قلت المغرب سعادة صراحة المجهود والروح والقتال والإصرار الموجود داخل الملعب على جميع اللاعبين والتركيز جميع اللاعبين الاحتيار كلهم داخل الملعب حتى الجمهور فقد لآخر دقيقة لآخر دقيقة قاعد يشجع يصارخ على اللاعبين أربع اللاعبين تتعور مع بعض وتبديل مدرب خير تبديلات سيضع على الملعب رد من جديد ورده وآخر عشر ديائق الشرطاني لحبوا مبارات كبيرة يعني مبارات ستنائية خالد وهذه المبارات اللي احنا نتمنىها حج الفرق العربية والله الحمد وقدرنا نتأهل وهذه فرحتنا وفرحة العرب كلهم الله الحمد محمد خالد أول شيء مبارك حق منتخب المغرب وحق جميع المغاربة وجميع العرب هذا الفوز الستنائي المغرب اليوم لعبات مبارات تكتيكية كبيرة نعم لم يكن سيطر على الكورة ولكن لعبات مبارات تكتيكية لعب المدرب على المعطيات اللي عنده قدم مبارات دفاعية كبيرة منتخب المغرب توصل اليوم دور الثمانية بدون ولا خسارة في المنديال شيء مش بسيط شيء مش طبيعي كانوا رجال اليوم في الملعب أفرحونا كلنا كلنا مبسوطين في كل مكان حتى خارج أنا جاي اليوم أشوف مقاطعة حتى في أوروبا جماهير أوروبية سعيدة لفوز المغرب طبعا وهي شيء جدا جميل فمبارك لهم وإن شاء الله بإذن الله نشوفهم في النهاية بإذن الله لا تنسى أننا لعبات المغاربة عموما لهم جمهورهم في أوروبا نعم نعم أولا نقول مبروك لأسود العرب اليوم شفنا منتخب كان حاضر ذهنيا كان صامت دفاعيا شارس مقاتل رسم تاكتيكي محكم منضب تاكتيكيا وليد الرقلاقي كل مرة كل مباراة إلا ويعطينا الجديد في قراءته التاكتيكية في ترتيباته سواء على ناحية الدفاعية أو الهجومية اليوم شفنا الدفاع مستميط ولكن عارف المهمة اللي كان ماشي لها ما في زيادة في اللعب اللعب السهل الممتنع الشارس القتالية الإنضبار رغم أنه المنتخب الإسباني استحوذ بـ 1020 تم ريرة لكن كل الفرص الخاطرة للتهديف كانت من ناصيب المغرب يعني لما نشوفوا مباراة أنه صحيح أنه كان فيه كتلة دفاعية أو بروك دفاعي متموج مرة المتحت بعدين في المتوسط أو العالي لكن اليوم نقول أنه المنتخب المغربي أصبح من بين أحسن المنتخبات في العالم النضجة طاكتيكية لهذا المدرب يجب أن يدرس في الأكاديميات لكوات القدم ورهنت على قدرات هذا الفريق الفنية البحثة والعميقة اللي شاهدتها من بداية البطولة وأنه قلت لكم هذا الفريق حسان الأسود أثبت اليوم مع أعظم فريق استحواذ في الكورة في بطولة كاس العلمة مع حلول غير طبيعية حاول المدرب جميع الحلول أن يسجل هدف مقدر يعني شوف كم المحاولات شغل أقنعة شغل استحواذ مع اللعبين في أعظم أندي عرفتها كورة القدم ريال مدريد وبرشلونة والمغاربة كلهم يحبون بمعنى هذا الفريق قادر يوصل بعيد ونحن قلنا وإن شاء الله مع المبارك قادم أصعب لكن المبارك قادم قادر يلعب فيها أحسن من هذا المبارك لأنه هذا هي أعظم مبارك أصعب له وأصعب عقل وقهها المغرب عموما صراحة اليوم جميع الفرحات بعض الأحيان إذا فرحت ما تقدر تعبر عن مشاعرك بس مشاعرنا 90 دقيقة سيترقمها المغاربة في أعلى منصات إن شاء الله حمزة من المغرب مبروح بهذا نصل لنهاية هذا الفيديو نرجو منكم الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات وكتابة رأيكم حول هذا الموضوع في التعليقات وطبعا إن أعجبكم الموضوع لا تدخلوا علينا بزر الإعجاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته